استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان وفد مجموعة الحكماء وزير خارجية جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية السابق الأخضر الإبراهيمي والرئيس الأسبق لجمهورية فنلندا مارتي اهتزاري والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد وعقب اللقاء قال وزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي أن أرى سمو أمير البلاد بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل تقدير كبير ولافتا إلى أن القضية الفلسطينية كانت في مقدمة القضايا التي ناقشها الوفد مع سمو أمير البلاد إلى جانب الأوضاع في سوريا والعراق واليمن وليبيا